بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الرابع من الفصل الثاني لمقرر النظم بالمعالج في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن internal data operations يعني العمليات اللي بتتم داخل المعالج شوف مع بعض internal data operations وعشان يا جماعة نبدأ نشرح إيه هي العمليات اللي بتتم داخل المعالج هناخد تصور لأحد الفاملز أحد العائلات اللي موجودة للمعالج وهي عائلة 8085 عائلة 8085 دي من ضمن المعالجات الأولية اللي الاركيتكشور والهيكل اللي عام لها بسيط وسهل عشان تقدر تفهم معايا إيه العملات اللي بتتم طيب العملات اللي بتتم يا جماعة في 8085 هي storing data تاخذين بيانات arithmetic and logic operations العملات الحسابية والمنطقية testing for condition واختبار بعض الظروف والشروط والكيوط طيب إيبه إحنا قلنا مع بعض بعض العمليات الداخلية وكلمة الداخلية معناها إيه بتتم داخل ها داخل المعالج نفسه طيب تعال نشوف مع بعض الاركيتكشور والهيكل العام والداخلي اللي المعالج وإيه ونبدأ ناخد في الجزء ده بس حاجتين إيه أساسياتين اللي هما مين الرجسترز والأكيمولاتور ونكمل إن شاء الله الجزء الجيد طيب تعال نشوف مع بعض كده زي ما انت شايف كده ده الشكل الداخلي للمعالج 8085 يتكون من أجزاء أساسية الأكيمولاتور اللي هو الأي سي زي ما انت عارف ها والفلاكز ورجسترز فيه ستة رجستر أساسيين ها هم بي سي دي إي إتش إل وعندي بروجرام كاونتر اللي هو البي سي وستاك بوينتر ها مؤشر للستاك وما تنساش الأدرس بس اللي يحمل 16 بيت أدرس وعندي الداتا بس اللي يحمل كان بيت فاكر اه فعلا تمانية بيت أدرس تعالي نشوف مع بعض ونركز كده ونقول وظيفة الأجزاء الأساسية اللي هم الرجسترز الستة رجسترز اللي حانتفقنا عليهم ومين كمان يا جماعة والأكيمولاتور تعالي نشوفهم مع بعض بنقول الرجسترز زي ما انت شفت عندنا ستة رجستر أساسية بي سي دي إي إتش إل وكل واحدة فيهم يقدر يخزن تمانية بيت يعني ممكن بي يخزن تمانية بيت سي تمانية بيت وهكذا تمام وأثناء العمل ممكن يتم دمج التورجستر مع بعضهم عشان يقوموا بوظيفة على 16 بيت أبرجة بمعنى إيه؟ مش ده تمانية بيت وده كمان تمانية بيت عند العمل ممكن دمجهم البي مع سي بي سي ويقوموا بوظيفة واحدة تخدم كم بيت؟ 16 بيت نظرا لإنه كل واحد فيهم يحتوي على 8 بيت اتفقنا؟ يبقى إحنا دلوقتي معنا كام رجستر أساسي 6 ممكن يبقوا 3 إمتى لو تم دمج كل اتنين مع بعضهم عشان يخدموا 16 بيت أبرجة طيب الجزء العقم اتنين في كلامنا اللي هو الأكيومولاتور اللي هو الأي سي وانتو عارفين طبعا الأكيومولاتور هو العامل العامل يعني اللي بيشتغل كتير جدا في الشغل ليه؟ لأن جميع العمليات الابريشنز بتتم من خلاله زي العمليات الحسابية العمليات المنطقية تمام؟ حتى كمان بنخزن فيه النواق الناتج هذه العمليات إذن هو إيه؟ هو ساعات بيسموه الوركينج أو البروستوسر تصدقوا بيسموه كده؟ البروستوسر الريجيستر البروستوسر الشغال اللي بيشتغل معايا؟ وهو عبارة عن جزء من الاليو وهو يحتوي على كام؟ ها؟ تمانية بيت طيب وازا ما اتفقنا مع بعض ها؟ بنخزن فيه تمانية بيت داتا وبن ايه؟ وبنعمل عمليات حسابية ومنطقية كام بيت بقى؟ أكيد تمانية بيت طيب ما هو بيخزن تمانية بيت داتا إذن بيعمل عمليات حسابية ومنطقية ها؟ تمانية بيت وبنخزن كمان الناتج اه؟ كمان فيه كبسي الفاتر طبعا مؤقتا معايا جماعي بقى احنا تكلمنا النهاردة عن ايه بقى؟ كلمنا في الجزء دوت عن ايه؟ تكلمنا في الجزء دوت عن المكونات الانترنال للفاملية 8085 وخصصنا كلامنا في الجزء ده عن الارجسترز والاكيموليتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته